موسيقى يلا يا جدعاية صباح الفل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام والنهاردة معنا مباراة الجولة رقم 21 في مسابقة الدوري بين حمل اللقب في آخر أربع سنوات ومتصدر المسابقة الحد دلوقتي بلا هزيمة النادي الأهلي ووصيف التقليدي نادي الزمالي فريقنا بيدخل مطش النهاردة وهو متصدر بالرصيد 56 نقطة بلا أي هزيمة ما شاء الله يعني نمسك الخشب والزمالك جاي من بعيد قوي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة موسيقى الحقيقة الواحد مش عارف يبدأ منين مباراة النهاردة رغم أن هي بين المتصدر ووصيف وفرق 17 نقطة لكن هي تبقى مباراة كمة مباراة ديربي مباراة الكلاسيكو المصري المتصنفة ضم أقوى الدربيات في العالم اللي بنتمنى نشوفها قريب بجماهير في ملعبنا الحقيقة عايز أقول لكم أن مطش النهاردة مش هيفرق خالص في الترتيب لأن فريقنا متصدر بفرق زي ما قلنا 17 نقطة يعني لو الأهلي خسر الخمس مطشات الجايين لقدر الله أو حصلوا أي زرف ما قدرش يوصل ملعب المباراة لأي سبب كان وفريق الزمالك كسب الخمس مطشات اللي جايين برضو ففريقنا هيفضل متصدر برضو بفرق نقطتين فريقنا بيدخل مطش النهاردة بقايمة طويلة جدا من الغيابات أخرهم طبعا محمود متولي اللي اتعرض لإصابة في الرباط الصليبي نتمنى له أنه يقوم بالسلامة وكابتل محمود الخطيب حرس على زيارته في المستشفى عشان يرفع من معنوياته وكمان كابتل محمود الخطيب كان موجود في التمرين يوم الخميس عشان يرفع من معنويات اللعيبة كلها قبل مباراة الكمة المهمة بالنسبة لنا موراة الكمة طبعا مهمة لإنها أمام الوصيف التقليدي فمهم إنه نحقق التلات نقاط لإن المتش بالنسبة للمنافس بيعتبر إن ده متش الموسم شفنا مستر كارتيرون النحية التانية بدأ يفكر في المتش من بدر قوي ولعب متش FC مصرف بي لعيبة بودلة وده كلفه إنه هو يخسر نقطتين قبل ما يلاعب النادي الأهلي أصلا محمود متولي مش هيكون هو الغياب الوحيد عن الفريق في متش النهاردة ده كمان فيه محمد محمود وحسين الشاحات السناء المصاب ومعهم كمان كهرباء الموقوف الفرقة طبعا فيه غيابات كتير وتراجع نسبي في الأداء لكن الحاجة اللي بتحسب للفرقة إنه هو قدر يحافز على سجله الخلي من الهزيمة حتى بعد التوقف الطويل جدا فرقة بتكسب M.B.و بتعادل مع الإنتاج الحربي بعد التأخر في النتيجة ورجع مرة تانية بيكسب أسوان وعمل كلين شيت لكن المهم بالنسبة لي في ماتش أسوان إنه كان فيه أليو باجي سجل ومعاه كمان جيرالدو الحقيقة كان تسجيل السناء ده حاجة مهمة جدا قبل ماتش الزمالك النهاردة اللي فيه كلام كتير أو يعايزين نتكلم فيه بعيدا عن الأرقام والإحصائيات والكلام اللي بيبقى بيتاخد بحساسية دوت عشان الفرقات الكبيرة جدا لكن لو هنيجي نتكلم على الأرقام والإحصائيات أنا فيه حاجتين مهمين عايز أقف عندهم الأهلي قدام الزمالك في آخر عشر ماتشات في الدوري مخسرش غير ماتش واحد وكمان آخر ماتش أصلا جبعنا في الدوري الزمالك انسحب وماقدرش ييجي مش فاكر كان عشان المطر ولا عشان الزحمة ولا عشان إيه المهم إحنا بنتكلم في آخر عشر ماتشات في الدوري الأهلي خسر ماتش واحد وكسب سبع ماتشات وتعادل مرتين طبعا كل دي حاجات بينا قد إيه الفرقة بتاعتنا يعني كعباها عالي سواء في الدوري أو في البطولات اللي بنواجه فيها الزمالك ونتمنى النهاردة ان التوفيق يكون حالفنا ونكمل بقى السلسلة الطويلة من التفوق دي ونقدر نكسب ونحافظ على الفرق النقاط الكبير جدا مع الزمالك قبل ما نختم عايزة أقول لكم شكرا لكم بجد على التعليقات الإيجابية والرسائل اللي وصلت لنا عن الحلقة الأولى اللي خلتنا طايرين قبل ما نعمل حلقة النهاردة وبنتمنى دايما نكون عند حسن الظن وتعجبكم كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله وبنفكركم تشتركوا معنا في المسابقات اللي بيقدمها الرعاة في أحمد تي بيقدم سكوترات وفيه قبو بيقدم موبايلين وفيه كمان جي ل سي بيقدم شاشات ال اي دي خمسة وخمسين بوصة نتمنى التوفيق لكل مشاهدينا ونتمنى التوفيق لفرقتنا النهاردة قدام الزمالك ونشوفكم إن شاء الله قبل مباراة الجونال جاية ويلا يا أهلي ازعى يا أهلي ازعى يا أهلي